أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد أن بيئة الأعمال في مملكة البحرين تتميز بمرانتها وقدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية من خلال التركيز على الفرس والبدائل التي تتيح نمو القطاعات الواعدة بهدف تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني وقال سموه لدى استقباله بقصر الإقضابية صباح اليوم دكتور أحمد خليل امطوع رئيس ميل سيدارة المصرف الخليجي التجاري إن صدى ما يحققه القطاع المالي والمصرفي البحريني من نجاح على مستوى البيانات المالية الإيجابية والتوسع محليا وإقليميا ودوليا يعزز من المكانة المرموقة لمملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة وأكد سموه أن القطاع المالي في المملكة هو أحد الأعمدة الاقتصادية التي تحظى بكل الدعم والإسناد للقيام بدورها في حفظ البيئة الاستثمارية وجعلها مهيئة باستمرار الاستقطاب وتشجيع الاستثمارات في كافة القطاعات التي تدفع بمعدلات النمو وتوفر مزيدا من فرص العمل للمواطنين وأشار سموه إلى أن قوة القطاع المالي والمصرفي ساعدت مملكة البحرين على تجاوز العديد من التحديات والأزمات المالية العالمية وذلك ارتكازا على منظومة عصرية ومتطورة رسخت أس بناء مصرفي قوي ومتين من جانبه عرب دكتور أحمد خليل المطوع رئيس مجل السدارة المصرف الخليجي التجاري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه وتشجيعه الدائم للقطاع المالي والمصرفي من خلال توجيهات سموه التي تحرص على توفير المناخ الملائم للقطاع حتى يعمل بمرونة وفقا لأفضل الممارسات الدولية مؤكدا أن قوة القطاع المالي والمصرفي هي انعكاس لقوة الاقتصاد البحريني وتنوعه في ظل التوجهات الحكومية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية نحو المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر